الذهاب إلى الانتخابات هو ما تسعى السلطات المالية إليه من خلال إطلاق مشاورات وطنية بين مختلف القوى السياسية مشاورات يراها الرئيس الانتقالي أسيمي جويتا فرصة لإرساء الاستقرار ووضع حد للخلافات الداخلية على رغم من أن عددا من الأحزاب السياسية والفعاليات تقطع هذه المشاورات المشاورات الوطنية الجارية الآن في مالي طبعا هذه من الخطة الحكومية التي وضعها الرئيس الوزراء كل الأطراف المالية ترى بأن لابد من آدة هيكلة الدولة من جديد فيما يتعلق بالنزام الحكم بالعلاقات الداخلية والمشاكل الأمنية والصحية والتربوية وكذلك أيضا حتى فيما يتعلق بالانتخابات في ظل تهديد الإكواس بفرض عقوبات إضافية على سلطات مالي مطلع شهر الداخل في حال ما مضت في مسعاها لتجيل الانتخابات رغم تعهدها بتقديم جدول زمني لذلك غير أن الضبابية تطبع المشهد السياسي في مالي القائد الشعبي العام في مالي ترى أنها ضرورية هذا ولكن خوفهم فقط رؤساء هذه الأعزاء وخوفهم تمديد الفترة الانتقالية ولكن هذا التمديد مهما كان سيأتي لأن الفترة المتبقية للفترة الانتقالية لا يمكن تنظيم انتحابات رئاسية من هنا إلى 17 فبراير والخروج من الفترة لا يمكن في انتظام ما ستصفر عنه المشاورات الوطنية بخصوص موعد الانتخابات محللون يقردون نجاحها بوضع مالي على سكة الخروج من الأزمة على الرغم من عزوف بعض الأطراف